النار لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة الجهالة تقود إلى الجهل فقلة العقل تقود إلى قلة العلم أو إلى انعدامه فالجهالة تقود إلى الجهل وإذا اجتمع تكونت الجاهلية التي يموت عليها من مات إذا كان ليس عارفا بإمام زمانه من هنا فإن الحاضنة الحسينية ذلك الوعاء الحسيني المعنوي يخرج العبادة من الجهالة حتى حتى لا تقودهم إلى الجهل وحينئذ ستجتمع الجهالة مع الجهل والنتيجة هي الجاهلية لذا فإن الحاضنة الحسينية تعالج الموضوع من بداياته من أساسه من الجهالة خطاب الحسين لأعدائه ليس لأوليائه في يوم عاشوراء وفي أشد الساعات على الحسين بعد مقتل الهاشميين والأنصار وبعد كل الذي جرى في الساعات الأخيرة في اللحظات الأخيرة كان يطالبهم أن يكونوا أحرارا لأن الحرية تمكن الإنسان من العودة للبحث عن عقله إن كان فاقدا للعقل الحرية تدفع الإنسان للبحث عن عقله وإذا ما وجد الإنسان عقله فإنه قد تخلص من الجهالة من هنا يطالبهم أبو عبد الله هذا هو وعي المعصوم الذي لا يماثله وعي هذا المضمون يا من لا تشتبه عليه الأصوات هذا المضمون هو داخل في الآية وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون قطعا هذه الرؤية لا تشتبه على الرائن فيها الأصوات يا من لا تشتبه عليه الأصوات هذا المضمون هو من لوازم هذه الرؤية وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون يا من لا تشتبه عليه الأصوات من البشر وغير البشر من الملائكة من الجن ومن سائر المخلوقات أصوات الحيوانات وأصوات الهواء وأصوات كل شي لا تشتبه عليه اللغات ولو انطلقت الألسنة بصنوف الكلام وليس بالضرورة الحديث هنا عن الكلام البشري فهناك كلام يرتبط بالجمادات وكلام يرتبط بالنباتات وكلام يرتبط بالحيوانات و و و و فهذه صورة من صور وعي المعصوم لا يقاس بآل محمد أحد في أحرجي وفي أقسى وفي أصعبي اللحظات اللحظات وسيد الشهداء مشدود في توجهه إلى هؤلاء يطالبهم أن يكونوا أحرارا من هنا كان ينادي ألا حر يدع هذه اللماضة لأهلها ألا حر ألا حر يدع هذه اللماضة لأهلها اللماضة هي بقايا الطعام بين الأسنان هذه هي اللماضة ولذا حينما يقال إن فلانا يتلمض لماضته إنه يخرج بقايا الطعام من بين أسنانه بحركة لسانه بحركة فكيه بالنتيجة يخرج بقايا الطعام من بين أسنانه كي يبتلعها هذا هو التلمض قطعا هناك معاني أخرى للتلمض لكنني أتحدث بحدود كلمة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه ألا حر ألا حر يدعو هذه اللماضة لأهلها لن يكون الإنسان حرا ما لم تكن الحرية قد انغمس عقله وقلبه فيها نحن نتحدث عن الحرية التي ترفع قيمة الإنسان عن الحرية التي تطهر الإنسان من الصنمية والعبودية لأهوائه ولأهواء غيره أن يكون عبدا لجهله أن يكون عبدا لحماقته أن يكون عبدا لجهل الآخر رجال الدين غاطسون في جهلهم المركب وأتباعهم يصبحون عبيدا لجهلهم لجهل هؤلاء فرجال الدين جاهلون جهلا مركبا يجهلون ويجهلون أنهم يجهلون ويتقيأون بجهلهم في عقول أتباعهم وهؤلاء يصبحون عبيدا لجهل هؤلاء الحمقى الحرية تطهر كل ذلك وهذه الحرية لن تكون في واقعنا الشيعي حتى يكون واقعا حسينيا بالموازين التي أحدثكم عنها إنها موازين القرآن المفسر بتفسيرهم صلوات الله عليهم إنها موازين العترة التي تتجلى في حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم من هنا أقول في البداية عن هذه الحلقات إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين مراجع النجف وكربلا الأموات منهم والأحياء إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء هذا هو الذي قصدته وأقصده في مقدمة هذه الحلقات ليستنقذ عبادك من الجهالة هذه الجهالة تقود إلى الجهل وكلاهما ينتجان جاهلية وحماقة وكل هذا سيأخذ الإنسان إلى حيرة ضلالته ليس إلى الضلالة الواضحة وإنما إلى تيه وهذا التيه يسبب الحيرة عند الإنسان وهذا هو الذي عليه الشيعة بالضبط وقد حدثنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من أن الشيعة زمان الغيبة الطويلة سيكون سيكون تيههم أضعاف تيه بني إسرائيل لماذا فبنوا إسرائيل عبدوا عجلا واحدا وأما شيعة فقد عبدوا عجولا وحجولا وتيوسا وحميرا وبغالا ونعالا وعبدوا ما هبدوا منذ أن أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة الملعونة في النجف إلى يومنا هذا سيد الأوصياء هو الذي أخبرنا من أن الشيعة سيتيهون تيهن إذا أردنا أن نقايسه بتيه بني إسرائيل فإن تيهن سيكون مضاعفة ومضاعفة مثل ما قلت لكم الإسرائيليون عبدوا عجلا واحدا وكان له صوت نحن عجولنا من دون صوت كان لذلك العجل كان له صوت عجولنا من دون صوت له صوت لها هذا هو واقعنا أو لا ماذا تقولون أنتم يا أيها الشيعة أتحفوهم أتحفوهم وأتحفوني أنا أيضا معهم أتحفونا جميعا وأتحف أنفسكم أيضا في الكونترور أتحفونا أتحفونا بالوثيقة المباركة الديخية ما رد أجيب الأسماء واحد قال لي أدع على شنو مستعجب على شنو مستعجب قل لي لأخر بابا ما توصل للنوبا إلي قال توصي أطمئنن تركبهم يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفط عبارة واحد من الأعلى أخبر خمس سنو قال إلي مستعجب مش دار أقول إلي تركب يعني خلاقا أغامي شنو كما أغامي جميع بغلاف وكان حالة أسنو هو أش ديخ تعرفي أش ونفس عبارة كنا وكلكم تعرفونا لأنه ما رد أجيب الأسماء عراضة قال تركب مثل ما رد أجيب نعم لا يجير وش لا مو عنه بإجمالي هذا هو واقع الشيعة لا الواقع الشيعة هذا هو الله هذا هو واقع الشيعة الحاضنة الحسينية نحن الذين ننشئها أبو السجادي وفر وفر لنا مواد البناء الأئمة من بعده وضعوا لنا الخرائط الهندسية لإنشائها فنحن نمتلك مواد وفر لنا أبو السجادي المواد الأولية من الدرجة الأولى الممتازة لبناء لبناء هذه الحاضنة وواصل أئمتنا من السجادي إلى القائم واصلوا صلوات الله عليهم رسم الخرائط الهندسية لأفضل التصاميم التي يمكننا أن ننشئ الحاضنة الحسينية عليها ووفقا لها لكننا ماذا فعلنا ذهبنا نبحث في مزابل النواصب كي ننشئ للحسين حاضنة خذرة نجسة وأخذنا التصاميم من هؤلاء المراجع الحمق ممن غطسوا في قذاراتهم وضلالهم وجهلهم المركب وأعتقد أن البيانات التي عرضت في الحلقات العشرين المتقدمة رسمت لكم صورة واقعية عن حقيقة مراجع الشيعة بالوثائق والدقائق والبراهين والحقائق ليستنقذ عبادك من الجهال وحيرة الضلال هذه العبارة إذا أردت أن أقف عند كل تفاصيلها ستنتهي حلقة اليوم وحلقة غد صدقوني وما وصلت إلى شيء هذه العبارة خزانة هائلة للكثير من المطالب والمضامين العميقة التي ترتبط بواقعنا وبحياتنا الدينية والدنيوية هذه العبارة هي التي تعرف لنا الحاضنة الحسينية الحاضنة الحسينية وعاء معنوي حسيني لاستنقاذ العباد من الجهالة وحيرة الضلال ما هو عنواننا الحاضنة الحسينية هذا هو الجزء الأول ما هو عنوان الجزء الأول تعريف الحاضنة الحسينية وحدودها ما هو تعريفها وعاء معنوي حسيني لاستنقاذ العباد من الجهالة وحيرة الضلالة بحسب البيانات التي قدمتها لكم في معنى الجهالة وحيرة الضلالة وارتباط هذا المضمون بدعاء زمان الغيبة الذي أوله اللهم عرفني نفسك هذا هو التعريف الإجمالي للحاضنة الحسينية المقام لا يسمح بتفصيل يكون أطول من هذا لأنني إذا طولت في الكلام سأحتاج إلى عدد أكثر من الحلقات وأنا أحاول الإجازة والاختصار بقدر ما أتمكن فأنتم تعرفون أنا بدأت معكم منذ الخامس عشر من شهر ذي الحجة شهر ذي الحجة انتهى وشهر محرم انتهى وها هي أيام شهر صفر تجري تجري سراعا أحاول أن أوجز الكلام وأن أختصر المطالب بقدر ما أتمكن هذا هو تعريف الحاضنة الحسينية أما حدودها حدود الحاضنة الحسينية هناك حد أول وهناك حد ثان وهناك حد ثالث هذه الحدود ب مثابة الفلاتر كل حد ب مثابة فلتر إنه غربال فهذه الحدود غرابيل الحد الأول الحد الأول يمكنني أن أقرأ هذا الحديث كي أقرب الفكرة والصورة عنه عن الحد الأول إليكم إنني أقرأ من كامل الزيارات لشيخنا ابن قولوي رضوان الله تعالى عليه لشيخنا ابن قولوي رضوان الله تعالى عليه المتوفى سنة ثلاثمية وثمانية وستين للهجرة وهذه الطبعة طبعة مكتبة الصدوق طهران إيران إنه الباب الثاني والثلاثون الحديث السابع صفحة مية وعشرة بسنده عن عبد الله بن بكير قال حجشت مع أبي عبد الله مع إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه والحديث طويل وصاحب الكتاب ذهب إلى موطن الحاجة أقرأ ما جاء في الكامل في كامل الزيارات فقلت يا ابن رسول الله عبد الله ابن بكير يسأل الإمامة الصادق صلوات الله عليه فقلت يا ابن رسول الله لو نبش قبر الحسين بن علي هل كان يصاب في قبره شيء هل كان يصاب هل كان يُعثر هذا المرات يا ابن رسول الله لو نبش قبر الحسين بن علي هل كان يصاب في قبره شيء فقال يا ابن بكير ما أعظم مسائلك إن الحسين مع أبيه وأمه وأخيه في منزل رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه يرزقون ويحبون يحبون تقدم لهم الهدايا وإنه لعلى يمين العرش متعلق يقول يا رب أنجز لي ما وعدتني وإنه لينظر إلى زواره وإنه أعرف بهم وبأسمائهم وأسماء آبائهم وما في رحالهم ما في رحالهم في حقائبهم في وسائل سفرهم في الأماكن التي يعيشون فيها أيام زيارتهم يتواجدون فيها وإنه أعرف بهم وبأسمائهم وأسماء آبائهم وما في رحالهم من أحدهم بولده هو أعرف بشؤونهم بنحو يكون أكثر وأوضح من معرفة أحدهم بأولاده وإنه لينظر إلى من يبكيه فيستغفر له ويسأل أباه يسأل أمير المؤمنين الاستغفار له ويقول الحسين قطعا كل هذا الكلام على سبيل التقريب فمقام محمد أسمى من هذه المعاني ومقام حسين أسمى من هذه المعاني لكن الإمام الصادق ماذا يفعل فهذا السائل يسأل سؤالا ساذجا جدا الإمام الصادق يقول له يا ابن بكير ما أعظم مسائلك ما أعظم مسائلك لا يعني أن سؤاله عظيم بمعنى العظمة الحقيقية وإنما بالقياس إلى الواقع الذي هو عليه إلى واقع الشيعة آنذاك إلى واقع أسئلة السائلين لو كان سؤاله عظيما فإن السؤال العظيم يصدر عن العقل العظيم العقل العظيم لا يصدر عنه سؤال كهذا السؤال لأن الحسين لا يحتوى في تراب أهل محمد لا يحتويهم تراب إنني أتحدث عن محمد وعلي وفاطمة إنهم أئمة الأئمة وأتحدث عن الأئمة من ولد فاطمة من المجتبى إلى القائم أتحدث عن هؤلاء فقط أستمر في قراءة الحديث ويقول الحسين يقول للباكي أيها الباكي لو علمت ما أعد الله لك لفرحت أكثر مما حزنت وإنه ليستغفر له الحسين يستغفر لباكيه وإنه ليستغفر له من كل ذنب وخطيئة هذا الحديث يرسم لنا الحد الأول من حدود الحاضنة الحسينية نحن علينا أن نصل إلى الحد الثالث لأن الحد الثالث هو حد هو حد الأحرار هو حد الثوار هو حد الثائرين والطالبين بدم الحسين الحد الثالث الحد الثالث الذي يتجاوزه يتجاوزه الأحرار أولئك أولئك الذين ناداهم حسين في عاشراء في السنة الحادية والستين للهجرة ألا حر ألا حر ألا حر يدعوه يا حسين أولئك أولئك إلى الحديث الشريف إمامنا الصادق يحدثنا عن الحسين فيقول وإنه لعلى يمين العرش متعلق يقول يا رب أنجز لما وعدتني وإنه لينظر إلى زواره وإنه أعرف بهم هؤلاء هم الذين يرشحون لصلاح الحال لكما كذب علينا الكذابون الدجالون من مراجع حوزة الطوسي من أن الأمة قد صلح حالها وهي أمة مرتدة ضالة كافرة هؤلاء إذا ما وفقوا وتجاوزوا الحد الأول وتجاوزوا الحد الثاني وتجاوزوا الحد الثالث وتوسطوا الحاضنة الحسينية هؤلاء هم القطان الحقيقيون الذين ينتظرهم صاحب الأمر هم ينتظرونه وهو ينتظرهم هؤلاء هم الزهرائيون الحقيقيون لأن أردد كلمات أنا أو غيري ونقول زهرائيون نحن فما نحن بزهرائي الزهرائيون الحقيقيون هم قطان الحاضنة الحسينية الذين تجاوزوا هذه الفلاتر تجاوزوا الحد الأول والحد الثاني والحد الثالث هذا هو الحد الأول وإنه سيد الشهداء لعلى يمين العرش متعلق يقول يا رب أنجز لي ما وعدتني ماذا وعد الحسين الوعد في الرجعة العظيمة هذا هو وعد الحسين لأن الحسين دفع نحره ثمنا لدولة محمد في الرجعة العظيمة حسين مني مني محمد يقول وأنا من حسين هذا هو حسين الذي يتحدث عنه محمد صلى الله عليه وآله يا رب أنجز لي ما وعدتني وإنه وإن الحسين لينظر إلى زواره وإنه أعرف بهم وبأسمائهم وأسماء آبائهم إنهم قطان حاضنته التي هيأ موادها الأولية من الدرجة الأولى الممتازة وقد دفع الثمن مقدما لقد دفع ذلك الدم الذي سكن في الخلد فاقشعرت اقشعرت له أضلة العرش مع أضلة الخلاق هذا هو حسين الذي يجب أن نعرف حقه الثابت في أعناقنا وإنه وإن الحسين لعلى يمين العرش متعلق يقول يا رب أنجز لي ما وعدتني وإنه لا ينظر إلى زواره من هنا يبدأ دخول الداخلين إلى الحاضنة ولكن وراءهم فالترى هناك الحد الأول هناك الحد الثاني هناك الحد الثالث إذا أرادوا أن يكونوا من القطان الحقيقيين الفعليين للحاضنة الحسينية عليهم أن يتجاوزوا هذه الحدود أن يعبروا من هذه الغرابيل من هذه الفلاتر وإنه الحسين أعرف بهم وبأسمائهم وأسماء آبائهم وفا وإنه الحسين أعرف بهم وبأسمائهم وأسماء آبائهم وما في رحالهم من أحدهم بولده أو بولده المعنى واحد وإنه لينظر إلى من يبكي إذن البداية من الزيارة والبكاء هذا هو الحد الأول لكن الزيارة لابد أن تكون زيارة بمقاييسهم وكذلك هو البكاء لابد أن يكون بكاء بمقاييسهم لا يكون بكاء في مجلس يُعقد باسم عجل من عجول حوزة الطوسي الذين هم أضروا على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه في مجلس يصعد فيه خطيب يرتدي عمامة عباسية إبليسية ثم يتقيأ القذارة النصبية يفسر القرآن بتفسير الفخر الرازي أو بتفسير الطبري أو بتفسير الخوئي أو الطباطبائي فهي تفسير نصب أيضا وبعد ذلك يأتي ردود بقصيدة لشاعر قذر ويكون اللطم فيها على المرجعية التي لا علاقة لها بالموضوع من أوله إلى آخره فأيه بكاء هذا هذا بكاء بحسب مقاييس حسين مرجعية حوزة النجف وليس بكاء بحسب مقاييس الحجة بن الحسن وإنه الحسين لينظر إلى من يبكيه فيستغفر له ويسأل أباه الاستغفار له ويقول أيها الباكي لو علمت ما أعد الله لك لفرحت أكثر مما حزنت وإنه ليستغفر له الحسين يستغفر لباكيه من كل ذنب وخطيئة هذا هو الحد الأول قطعا الكلام إجمالي الوقت الوقت لا يسمح لي أن أدخل في التفاصيل هذا هو الحد الأول من حدود الحاضنة الحسينية نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم كي أحدثكم عن الحد الثاني يا حسين العريد الكيم يجروحك حسين ينغ أصبا على أي بعكبي وعراه كي أبدأت بمعي العين وأبدأ إلى أبت بإي وعراه كي أبدأت وأدري وأدري لكي أم جعشي منيلي لكي أستعيل يا روح الجيشي واجري لكي أم جعشي منيلي لكي أستعيل يا روح الجيشي يا روح الجيشي فجارت عيني منطيحك عن غضره والماذي شابدك شابدعيك المعنى منطيحك عن غضره يا حسين يا روح الجيشي يا حسين يا حسين يا كينا خبرات اتم ممطيحك عن غضره يا لكي أم يا لكي أم reward with you We I 주 we 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 الحديث المتقدم الذي جئتكم به لتقريب الفكرة عن الحد الأول من حدود الحاضنة الحسينية التي عرفتها لكم من أنها وعاء معنوي حسيني لاستنقاذ العباد من الجهالة وحيرة الضلالة مع ملاحظة أن الاستنقاذ يكون عسيرا على المستنقذ يكون عسيرا وشديدا وصعبا والذين يستنقذون يكونون قلة بخلاف الإنقاذ هناك إنقاذ وهناك استنقاذ مر علينا في الحديث المتقدم ذكر زوار الحسين وإنه لينظر إلى زواره فالحديث ذكر الزوار بالإجمال لم يتحدث عن الظروف التي زاروا فيها لم يتحدث عن النية التي هم عليها لم يتحدث عن شؤونهم وحتى حين ذكر الحديث الباكين على الحسين ذكر ذلك بالإجمال في حديث آخر وهو دعاء إمامنا الصادق صلوات الله عليه في سجوده لزوار الحسين هناك تفصيل فهذا الدعاء يمثل الحد الثاني لأن الحديث السابق تحدث عن زوار الحسين الذين سيزورون في ظروف مريحة في ظروف آمنة ولم يبين لنا الحديث المستوى المعرفي والمستوى العقائدي لهم وإنما هم زوار للحسين هم باكون على الحسين من هنا جئت بالحديث فجعلته مقرباً لصورة الحد الأول من حدود الحاضنة الحسينية بينما دعاء إمامنا الصادق في سجوده لزوار الحسين يشكل صورة تقريبية للحد الثاني من حدود الحاضنة الحسينية إنني أقرأ عليكم من كامل الزيارات من الطبعة نفسها التي أشرت إلى مواصفاتها قبل قليل الباب الأربعون صفحة مية وخمسة وعشرين إنه الحديث الثاني عن معاوية ابن وهب قطعاً بسنده بسند صاحب الكتاب عن معاوية ابن وهب قال استأذنت على أبي عبد الله على الصادق صلوات الله عليه فقيل لي أدخل فدخلت فوجدته في مصلاة في بيته فجلست حتى قضى صلاته فسمعته يناجي ربه وهو يقول اللهم يا من خصنا بالكرامة ووعدنا بالشفاعة وخصنا بالوصية وأعطانا علم ما مضى وعلم ما بقي وجعل أفئدة من الناس بحسب الطباعة تهوي إلينا والقراءة بحسب أهل البيت تهوى إلينا هذه القراءة أخذت من قراءة القرآن بحسب قراءة المصحف التي هي قراءة عاصم ابن أب النجود والتي يرويها لنا حفص قراءة حفص المعروفة بقراءة حفص وما هي بقراءة أهل البيت هي أبعد القراءات عن قراءة قراءة أهل البيت فنحن هنا لا نقرأ قرآنا نحن هنا نقرأ دعاء نحن نلتزم بقراءة المصحف بقراءة حفص الأئمة أمرونا بذلك في الصلاة وفي التلاوة في التفسير وغير ذلك من الموارد الأخرى فإننا نلتزم بقراءة أهل البيت قطعا إذا كنا عارفين بها مراجع الشيعة لا يعرفون قراءة أهل البيت لأنهم ينكرون الأحاديث التفسيرية فمن أين يأتون بقراءة أهل البيت التي هي موجودة في الأحاديث التفسيرية التي ينكرها هؤلاء الأغبياء من هنا جاء جهل الشيعة ومن هنا جاء جهل هؤلاء المراجع بقرآن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فلذا جاءت الطباعة بحسب قراءة حفص للمصحف بحسب قراءة أهل البيت تهوى وجعل أفئدة لأن الأفئدة لا تهوي لا تقع في الحب وإنما تهوى تتجه إلينا لا معنى لتهوي تهوي تسقط وجعل أفئدة من الناس تهوى إلينا تتجه إلينا بحبها اللهم يا من خصنا بالكرامة ووعدنا بالشفاعة وخصنا بالوصية وأعطانا علم ما مضى وعلم ما بقي وجعل أفئدة من الناس تهوى إلينا أغفر لي ولأخواني لأخواني لأصحابي وزوار قبر أبي الحسين ما هي ظروفهم خصائصهم الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم لماذا رغبة في برنا ورجاء لما عندك في صلتنا وسرورا أدخلوه على نبيك وإجابة منهم لأمرنا وغيظا أدخلوه على عدونا قطعا هذه منزلة من منازل زوار الحسين هناك منزلة أخرى سيأتي الحديث عنها هكذا نقرأ في زيارة العيدين الزائر هكذا يخاطب الحسين صلوات الله وسلامه عليه بحسب طقوس الزيارة ثم منكب على القبر قع على وجهك على القبر أرمي بنفسك على القبر ثم منكب على القبر وقل إنا لله وإنا إليه راجعون يا مولاي يا حسين الخطاب مع الحسين يا مولاي أنا موال لوليكم ومعاد لعدوكم وأنا بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وأنا بكم مؤمن وبإيابكم وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي هناك أكثر من قراءة وخواتيم وخواتيم عملي وخواتيم عملي متبع تلاحظون تلاحظون أن الرجعة حاضرة في زيارات الحسين وأنا بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع ثم توجه الخطاب إلى الحسين نفسه إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان من زيارة العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى يا مولاي يا حسين أتيتك خائفا فآمني أنت 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 تؤمنني فآمني ماذا نقرأ في دعاء إمامنا الصادق الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك في صلتنا إلى بقية ما جاء في الدعاء الشريف ورجاء لما عندك في صلتنا الخطاب الخطاب هنا بشكل مباشر للحسين يا مولاي يا أبا عبد الله أتيتك خائفا فآمني وأتيتك مستجيرا فأجرني وأتيتك فقيرا فاغنني سيدي ومولايا أنت مولايا حجة الله على الخلق أجمعين آمنت بسركم وعلانيتكم وبظاهركم وباطنكم وأولكم وآخركم أتيتك خائفا فآمني وأتيتك مستجيرا فأجرني وأتيتك فقيرا فاغنني فالزائر يتوجه إلى هذا الوجه المحيط فالحسين يحيط به هذه منزلة من منازل الزيارة ومن هنا قلت لكم ما جاء في دعاء إمامنا الصادق لزوار الحسين يرتبط بالحد الثاني من حدود الحاضنة الحسينية ذكرت لكم ما جاء في زيارة العيدين مثالا للتوضيح والتقريب وإلا فهذه المطالب قد تتدخل من جهة وتتباين من جهة أخرى أعود إلى دعاء إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لزوار الحسين الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك في صلتنا وسرورا أدخلوه على نبيك وإجابة منهم لأمرنا وغيضا وغيضا أدخلوه على عدونا أرادوا بذلك رضاك فكافئهم عنا بالرضوان وكلأهم اكلأهم إرعاهم وكلأهم بالليل والنهار واخلف على أهاليهم وأولادهم الذين خلفوا خلفوا وراءهم في ديارهم في بيوتهم بأحسن الخلف واصحبهم وكفهم شر كل جبار عنيد وكل ضعيف من خلقك وشديد وشر شياطين الإنس والجن وأعطهم أفضل ما أملوا منك في غربتهم عن أوطانهم وما آثرون به على أبنائهم وأهاليهم وقراباتهم والله الشيعة يحبون محمدا وآل محمد ولكن ماذا نصنع لأصحاب العمائم هؤلاء السفلة هؤلاء هم الذين يحولون فيما بين الشيعة وبين أئمتهم الشيعة يحبون محمدا وآل محمد أكثر عوام الشيعة هذه الأوصاف تنطبق عليهم ولكن يا للأسف يا للأسف يخسرون دينهم باتباعهم لأصحاب العمائم العباسية الطوسية اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم بخروجهم بخروجهم إلينا إلى زيارتنا فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا خلافا منهم يا صادق العترة يا صادق العترة إنني أشهد كل الذين يتابعون من أنني على هذه النية ولكم لامني اللائمون وعذلني العاذلون وسبني السابون وشتهمني وشتهم أمي بأقذع الألفاظ الشاتمون التي رضعت من ثديها حب علي هذا الذي تشاهدونه وتلمحونه يتفجر من جوانبي وهددني المهددون ووالله لقد لقيت ما لقيت في هذا الطريق ولازلت مصرا مصرا على نصرة الحسيني بحسبهم لا بحسب حوزة الطوسي اللعين اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم بخروجهم فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا خلافا منهم على من خالفنا وحقك يا صادق العثرة إني على هذه النية وأنت عالم بذلك إني على هذه النية منذ أن وضعت قدمي في هذا الطريق ولازلت على هذه النية وسأمضي عليها بتوفيقك يا صادق العثرة بتوفيق الحجة بن الحسن إمام زماني صلوات الله وسلامه عليكم جميعا اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم بخروجهم فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا خلافا منهم على من خالفنا فارحم فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس وارحم تلك الخدود التي تتقلب على حفرة أبي عبد الله الحسين وارحم وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا في الرواية المتقدمة كان الحديث عن باك يبكي على الحسين وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا إلى أن يقول صادق العترة اللهم إني أستودعك تلك الأبدان وتلك الأنفس حتى حتى ترويهم على الحوض يوم العطش الأكبر هذا هو الحد الثاني من حدود الحاضنة الحسينية يا ليتنا كنا من أهله ويا ليتنا ترقينا بعد ذلك إلى الحد الثالث الذي سأحدثكم عنه في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى فأعذر في الدعاء إنه أبو السجاد هكذا نقرأ في زيارة الأربعين فأعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة هؤلاء هؤلاء هم المقصودون وليس كما يقول مراجع النجفي وكربلاء الكذابون الأفاقون من أن الأمة قد صلح حالها وحسن أمرها بعد مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه هؤلاء هؤلاء هم الذين استنقذهم الحسين استنقاذ استنقاذ الاستنقاذ هو هو الإنقاذ في غاية الصعوبة في غاية الصعوبة الزيارة ما قالت لينقذ ليستنقذ وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة هذه منفعة الفصاحة والبلاغة وهذه أسرار معاريض كلامهم كي نستطيع أن ندرك مقاصدهم في زياراتهم وأدعيتهم ورواياتهم إنه منهج بيعة الغدير الذي 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 يتناقض بدرجة مئة بالمئة مع منهج مراجع حوزة النجف منذ الطوسي إلى السستاني وإلى ما بعد ذلك وصلت معكم إلى نهاية حلقة هذا اليوم زهرائيون نحن إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هكذا نكون زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي زهرائيون نحن يا بقية الله والعشق كربلائي أسألكم الدعاء جميعا نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في أمان الله ترجمة نانسي قنقر